حيث المجلس القاومي للسكان بدأ حملة موسعة بمشاركة وزارتي الداخلية والصحة لملاحقة فاقدي الأوراق الثبوتية لإنقاذ مستقبل مئات أطفال من الأطفال لم يقم ذويهم باستخراج عقود زواج وولد أطفالهم أو أنجبوا يعني بدون أوراق وحرموا من التعليم وغيرها من الخدمات المتعلقة بوجود أوراق الحملات تشكلت من لجان عمل ممثلة بكل جهة تقدم أو تقدم خدمة تحرير فوري لكل مستند من مستندات سواقة القيد وعقود الزواج خلونا أقول له حضرتكم الموضوع ده أهميته إيه الحقيقة إنه للأسف الشديد بعض التراث عندنا في قطاعات معينة في الريف في الصعيد في المناطق البدوية زي شمال سيناء وتحديدا شمال سيناء الأهالي بيتعجلوا على زواج الأولاد وهم ما بيكونوش لسه بلغوا واستخرجوا الأولاق الثبوتية الخاصة بهم اللي هي بطاقة رقم القوم يعني بيجوز البنت عندها 12 سنة 10 سنين الولد نفس الأمر 11 سنة 12 سنة وبالتالي بينتج مع الأسف الشديد عن هذا الزواج أطفال ونظرا إن الزواج مش موثق فبالتالي ما بيروحوش يسجلوا الأطفال دي فالأطفال دي بيصبحوا ساقط قيد ما فيش شهادة ميلاد مجرد طفل موجود في الصحراء بيرعى غنم أو بيتعرض للحقيقة قدر من القهر والذل والمهانة وبيعش طفلته وبيحرم طبعا من التعليم من الرعاية الصحية من كل خدمات الممكنة عشان كده بتبرز أهمية هذه الحملة اللي بتكافح هذه الظاهرة الغريبة الحقيقة واللي آن الأوان أن أتخلص منها في زواج يبقى لازم يكون زواج موثق الزواج الموثق يستلزم أنه البنت والولد يبلغوا ويكون عندهم بطاقة رقم قومي وبالتالي لما يكون فيه إنجاب وفيه أولاد ثمرة هذا الزواج الأولاد دول نقدر نطلعهم شهادات ميلاد يقدر يكون عندهم رعاية صحية يقدروا يدخلوا التعليم ونحافظ على هذا المجتمع ولا يتحول هؤلاء الأطفال إلى قنابل موقوتة الحقيقة ضد الأهالي وضد الدولة المصرية ويفقدوا آدميتهم وإنسانيتهم هما أيضا خلوني بقى